السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعيني على قناة نحن في ألمان العزاء كيفكن يا شباب يا صباح يا عساكم نكونوا بكل صحة وعافية عبدالهادي ورجلت لكم اليوم بفيديو جديد بعرف اني عم تأخر شوي بالفيديوهات بس كان عندي بعض الشغلات الضرورية اللي لازم ساوية فاضطريت اني غيب على القناة عم نزل كل يومين والتالي الفيديو وهذا الشي طبعا غلط يلي عنده قنوات يوتيوب لازم ينزل تقريبا يوم اي يوم لا اقل شي اذا مو يوميا بس لواحد عنده شوية مسئوليات ولازم ينهي وانا مشكلتي اني بأجل فعم تتأجل عندي الامور وعم راكمهم حتى يصر لهم فترة ولازم يكونوا منتيين فلذلك انا كنت شوي مجغول لا تؤجل عملا اليوم الى الغد انا هيبقولها للي قبل ما اقولها للكم لانه عنديها مشكلة كتير عظيمة انا بأجل فاللي بيعرف شي طريقة معينة او نظام معين بقدر اني انا استخدمه حتى ما اجل الامور اتمنى تكتب ليها ضمن التعليقات حتى استفاد انا وتستفادوا انتو وطبعا لا تنسى السبسكرايب بالاضافة لتفعيل زر الجرس وتعليق حلو مع ضغط زر لايك اهلا وسهلا فيكم اليوم بهذا الفيديو حكي عن المساعدة الحالية المقدمة بمقاطعة زاكسن طبعا هي نحكي عنها سابقا بس للأسف البيروقراطية الموجودة بالمانيا هي بتسبب تأخر الامور متل ما شفنا مساعدة الكيندرغيلد كتير حكوا انه ما حيكون فيها بيروقراطية وبعض الوزراء قالوا طبعا هينزل المبلغ بشكل فوري الله يكتل خيرون اولا واخيرا انه هننا عم يعطوا مساعدات لانه ولا الشعب العايش هون فلذلك هنن اول شي قالوا انه مساعدة الكيندرغيلد هتكون هي بشكل فوري بدون اي بيروقراطية بس اتفاجأنا انه هننا حيأخروها لشهر تسعة او اكتوبر اظن حتى تنزل مية كل شهر اما مساعدة الطبية او المساعدة للي بيشتغلوا بالقطاع الطبي ايضا 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 انذكرت وفي شب او اكتر من شخص سألني كمان الفترة الماضية مع اللهم شمشان المساعدات اللي على اساس حيأتونا ياها القطاع الطبين ظلام هنن حكوا واقوال وليس افعال يعني كله بالاخير حكي لا هون ما دام طلع قانون او طلع قرار وهذا القرار بده يتطبع اولا واخيرا بس هن اول شي بيكون مشتوع قرار بيصوتوا عليه بعدين بيحطوا له تاريخ تنفيذ هن شوي بتأخروا بسبب الاجراءات البيروقراطية الموجودة عندهم فلذلك الاشخاص اللي بتشتغل بالقطاع الطبي بالهايمات او بالمشافي بمقاطعة زاكسن هذا الحكي في شخصة تواصل معي وبعط لي القرار اللي هو اللي عبارة عن صور هياخدوا مساعدات ايضا اللي بيشتغلوا بالبفليغة اللي بيشتغلوا بالهاوس فيرتشافت يعني بيشتغلوا بموضوع التنظيفات والادارة الهايمات بشكل التنظيف او بقلب المطبخ هدول ايضا هيحصلوا على المساعدات وحتكون مقسمة على الشكل التالي اللي بيشتغلوا 35 ساعة وما فوق هيحصلوا على 1500 يورو هاي 1500 يورو هتكون مقسمة على قسمين بيروقراطية رقم واحد بيروقراطية رقم اثنين بس لقم واحد ما هتكون بيروقراطية انه هتكون سريعة جدا وحيكون المبلغ كبير 1000 يورو من شهر سبعة ولا شهر 12 هيحصلوا ايضا على 500 يورو هاي الالف يورو هلاوتها انه غير خاضي على الضرائب وهتكون هي من الكرانكنكاسا ولا هتكون ال500 يورو دعم من الشتات اما الاشخاص اللي بيشتغلوا اقل من 35 ساعة ايضا فيلهم نصيب وهذا طبعا مشكورة الحكومة على هذا النوع من المساعدة مقارنة مع بعض الحكومات الاخرى اللي ما شافوا الشعب منهم شيء الله يكون بعون العالم طبعا ما ننسى نساعد العالم اللي محتاجة مساعدة باي دولة عربية واخصة بدولة سوريا الاشخاص اللي بيشتغلوا اقل من 1000 ساعة عفوا الاشخاص اللي بيشتغلوا اقل من 35 ساعة هدول حياخدوا 1000 يورو اما الاشخاص اللي هنا بيشتغلوا ايضا على مساعدة هدول بيشتغلوا 650 يورو بس ملاحظة بسيطة الاشخاص اللي عم تساوي اقل شيء يكون مدة السنة لانه بنعرف نحن البفلقة ايام في كورسات هي هي الكورسات بتجي مدتها ستة شهور لا لازم هو يكون اقل شيء مدة سنة بفلقة او هلفة او ايضا بياخد هاي المساعدة بس طبعا لازم يكون اقل شيء عبارة عن سنة واحدة ملاحظة مهمة في ناس بتشتغل اقل من 35 ساعة ونزلت اكتر على الكورس اربايت ايضا هدول الناس حياخدوا وحيكلوا النصيب من 1000 يورو اللي هي هتكون مساعدة واكيد بتعرفوا في شيء اسمه بونديز فغاي فيليش دينست الاشخاص اللي بتشتغل كمتطوعين هدول هاي اخدو 100 يورو حتى هدول الاشخاص المتطوعين ما نستطيعون الدولة وصح هي المساعدة بسيطة بس بالاخير 100 يورو بتجي جيدة بنهاية الشهر هاي المعلومات هي كلها من شخص الله يزيل الخير هو ساكن بمقاطعة زاكسون وهي على كل المقاطعة هذا القانون هيتطبق ببقية المقاطعات انا حاولت اني اقرأ بس ما طلع ماي اي شيء اللي بيعرف شو طلع ببقية المقاطعات يكتب لنا ضمن التعليقات بس اكيد عاجلا او اجلا هيكون للناس اللي ساكنة ببعض المقاطعات الاخرى واللي بيشتغلوا بالقطع الصحي نصيب من هاي المساعدات لانه هو قانون عام بس بتختلف هيكلية او بتختلف طريقة التنفيذ وتاريخ التنفيذ طبعا لا تنسوا الدعاء منتمنى السلامة للجميع منتمنى الخير للجميع ان شاء الله بتظلوا بكل صحة وعافية محبكم عبدالهادي لكم تحيتي ومودتي شوى النهاية الكتير راجلة بشوفكم على كل خير يا شباب لا تنسوا الدعاء والسلام عليكم شوى النهاية شكرا